و لما نزداد فخرا بوجودنا معكم حلقة بعد خلقة هذا فخر لنا ثم الأخوان الكرام الله عزيزي من خلال الأيام الوقف مرت علينا بعض القصص اللي لابد أن الواحد يقف عندها استشعارا و حرصا أن موضوع البذل و العطاء هذه لها ميزة عند البذل و عند الله سبحانه وتعالى أنه يعوض أضعاف أضعافه أنا أذكر إحدى الأمهات اتصرت علينا و قالت والله أنا ما أملك لأتبرع للوقف لكن معاي ريالين فقط أحولها الله كبر ريالين فقط بس بس سبحان الله ريالين هذا أنا حسيت أنها بركة يعني اليوم اللي أودعت فيه الأم هذه مبلغ ريالين كانت فيه ارتفاع لنسبة الوقف والله أنا ما أنسى اليوم هذا إضافة إلى قصة أخرى اتصر علينا أحد الأخوان من المنطقة الجنوبية والله يا شيخ قال لي أنا ما أملك من حطام الأرض إلا تريلا 30 طن تنقل مياه هذه الأملكة بأتبرع فيها الله كبر فأنا حاولت ناقنع أنه أنه طالما أنه هذه اللي عندك قال لي أيوانا والله خلصت النية تجارة مع الله أنه تبرع بقيمتها أو تبرع فيها كاملة تصرفها للجمعية قيمتها تروح من 100 إلى 120 ألف ريال الناقلة هذه والله شكرته الغريب في الموضوع أن ثاني يوم اتصل علي قال لي أنا أستخدم السيارة أني أود فيها مويا أو حاجزة كده فقلت يا شيخ هذه لك قال أنا خلاص طلعت من ذمتي إلى ذمتكم القصة الثالثة والأخيرة حصلت قبل يومين وفضل النعمة هذا نتكلم كلنا القصتين هذه كانت في وقف مكة وقف المدينة المنورة أمس اتصل علي بعد ما خلصنا الحلقة اتصل علي أحد الأخوان قال لي أخي أنا والله أنا بساهم في الوقف لكن فلوس ما عندي أنا عندي سيارة أبغى أضعها تحت تصرف الجمعية رجل كبير في السن فقلت لله إزاي خير وشكرته وعطيته لقم أحد الزملاء في الجمعية قلت تواصل معه ويشوف العم هذا ويش يبغى تخيل اليوم الصباح اتصل علي الزميل الأستاذ ماجد قال لي وقال لي الرجال اللي أعطيتهم رقمه أمس يقول جاي بنفسه بيجيب السيارة إلى أملج من الرياض يوديها أملج يا أخي أنا أقول والله الإنسان لازم يستشعر الأمور زي هذه الناس يربي أعطاها خير وعطاها يعني وين هم مثل هذا الأعمال فسبح الله ما يتبرأ إلا الإنسان الموفق لهي الشيء هذا بس هذه الأضافة لحبيتك وما أنا عادل أن الشيخ علي يقرأ بين السطور دائما لذلك طرحت الموضوع لكن ترى مهندس رايد علي وليهنون أولادي والمشاهدين